الضاحية الجنوبية تستعيد قوة الردع تل أبيب تحت الضغط ومنهكة للمرة الأولى منذ عقود واشنطن تفي بمقولة الصديق وقت الضيق وتجدد التزامها بحماية ابنها المدلل طهران تواصل إرسال رسائل دبلوماسية ناعمة لعلها تفيد بتقليل وطأة الضربة الإسرائيلية المرتقبة خلوكم ويانا لأن الساعات المقبلة حساسة ودقيقة ومفصلية وقد تغير شكل الشرق الأوسط رغم مرور أكثر من 24 ساعة على الهجوم المززوج اللي شن حزب الله في حيفا واللي وصف بالأعنف منذ بدء الحرب إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال في حال الصدمة كون المسيرات الانقضاضية اخترقت معسكر تابع لللواء غولاني وأسفرت عن مقتل أربعة جنود وإصابة سبعة وستين آخرين دون أن تعترضها منظومة الدفاع الجوي اللي تم إشغالها برشقة صاروخية أطلقت بالتزامن مع المسيرات هذا التحول النوعي أعاد قوة الردع لحزب الله بعد أيام عصيبة فقط فيها أبرز قياداتها ودمرت معظم بناه التحتية الأهم هو أن مثل هذه الهجمات كشفت عن ثمار ما كان محور المقاومة يعول عليه ألا وهو استنزاف منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية اللي كانت توصف بأنها الأكثر تقدما في العالم وهنا إجا دور الراعي الرسمي للكيان الصهيوني فبأمر من بايدن سينشر البنتاجون منظومة ثاد في إسرائيل وهنا تبرز عدة أسئلة شنو أهمية هذه الخطوة وما الجديد فيها لا سيما وأن الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل يعتبر حجر الزاوية في السياسة الخارجية لواشنطن أهمية هذه الخطوة بحسب خبراء تكمن بأنها ستغلق الثغرات القاتلة في منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية كما أنها تشير إلى أن الرد الإسرائيلي على إيران بات وشيكا كون منظومة ثاد اللي تلقب بصائدة الصواريخ مختصة باعتراض الصواريخ الباليستية اللي تمتلكها إيران وقادر على اعتراض الأهداف داخل الغلاف الجوي وخارجه تحسبا لأي رد فعل إيراني متهور زين هل نشر منظومة ثاد بطواقمها الأمريكية جزء من المغريات اللي قدمتها واشنطن لتل أبي في مقابل تخفيف حدة ردها على إيران هذا السؤال من الصعب الإجابة عليه حاليا لأن اليمين الإسرائيلي المتطرف داخل بحالة هستيريا ومستعد تجاوز المزيد من الخطوط الحمر في سبيل تحقيق مكسب سياسي وعسكري زين ماذا عن إيران وشنو آخر تطورات حراكة دبلوماسي حسب آخر التسريبات فإن إيران نقلت رسالة للولايات المتحدة مفادها أنه إذا اقتصر الهجوم الإسرائيلي على أهداف معينة فإنها لن ترد وهذا يؤكد تسريبات سابقة كشفت أن جولات بزشكيانو عرقشي المكوكية هدفها التخفيف من حجم الرد الإسرائيلي حياكم الله